السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعرف ازاي نسطب برنامج جميل جدا اسمه هما اتنين برنامجين اتنين ده شكل البرنامج في هو مضغوط تمام هتلاقيه في صندوق الوصف هرفعه في صندوق الوصف ان شاء الله فعلوكم الرابط وهنعرف ازاي نسطبه هو مش محتاج تصيبه وهتخش كده على طول على هتدوس على الايكونة دي هو ما تدوس على الايكونة ديت البرنامج هيفتح معك اه ما تفتح البرنامج اهم شيء عندي الجلري الجلري ده اللي فيه كل العناصر الالكترونية اللي انت هتستخدمها في البرنامج طب لو انا قفلتها وعايز اجيبها تاني هو من فوق هنا من صندوق العدة ده مخش عليه الجلري هادوس عليها هيطلع لايه شكل البرنامج هيطلع لشكل العناصر الالكترونية طيب فيه جميع العناصر الالكترونية اللي موجودة اللي انت ممكن تتعامل معها في الالكترونيكس او معظمها اه ناخد كده جولة في العناصر لو كده شوفنا عند البارسال لاي تلاقي جميع انواع البارسال لاي اللي ممكن تتعامل معها جميع انواع مصادر الطاقة اللي ممكن تتعامل معها في انشاء اي دايرة الالكترونية سواء كان اي سي او باختلاف بقى الايه الانواع لو كان اه مصدر جهد او كان مصدر طيار وكمان في موضوع اللي هو موضوع اللي هو لو عاوز تعمل اه تنظيم للجهد لو عايز توصل اه مباشر على طول دخل او تدخل اه اه من خلال مباشرة على طول لدايرة بالنات لو عاوز توصل بيها اه مجموعة معينة انواع تستخدمها في البيك انواع مختلفة من المايكرو كنترولر ودي سوكتس زي الماتريكس كده توصل دخل وخارج وعناصر الادخال زي السويتشات زي السينسورز السويتشات اللي بتبقى في اول اه الدايرة او في متصف الدايرة وسينسورز زي ال ال دي ار و السر مستور طبعا انت من خلال شغلك في على البرنامج هتعرف من خلال تعمقك في البرنامج هتعرف في كل المكونات دي دي لو انتعايز دخل جنريتور دخلك اشارة معينة سواء كتساين او التراي انجل دي الريزيستورز والكاباستورز دي سموها باسف كومبوننت طبعا نسمينا كده باسف كومبوننت واحنا عارفين طبعا نسموها باسف كومبوننت ليه انواع مختلفة من الايه من العناصر الالكترونية بركات دي سي مي كوندكتور اللي هي الضايد اللي هي الاكتف كومبوننت بقى الضايد والزينر والسيرستور والبريجت فاير والترانزستور بانواع مختلفة كله ده موجود في الجلد هكده اللوجيك جيتس الاند والنند والنور والاور والاكسور كله موجود تستخدمه برضه في العمل لدايرة في هاللوجيك جيتس زي التلات خمسات وحاجات تانية كتير مختلفة وعندك هنا بقى سيريز جهزة فهيت عايز تعمل اه تدخل مسلا اي سي لي اربع رجول اي سي لي ستة اي سي لي خمسة وهاكزه. ده اه لو عاوز تدخل اه تعمل بقى حاجة اسمها انه هو اللي وده لقى اوت بوت كومبوننت عناصر الاخرار ودي عناصر القياس لو انت عايز تدخل جهاز تقيس بي بقى سواء تقيس جهود تقيس طيار تقيس الحاجة لانت عوز شكرا جزيلا. ترجمة نانسي قنقر